نبيه بري في ظاهرة انتخابية سياسية وبرلمانية غير مسبوقة وللمرة السابعة على التوالي ينتخب نبيه بري رئيساً لبرلمان لبنان لمدة أربع سنوات لكن مع تراجع كبير في عدد أصوات النواب الذين انتخبوه هذه المرة مقارنة بانتخابات السنة 2018 حيث نال 65 صوتاً من أصوات 128 نائب يشكلون أعضاء البرلمان فيهين تحصل على 98 صوتاً خلال فوزه بالعهدة الماضية وهو ما يعكس حالة التراجع الكبيرة لكتلة حزب الله وحلفائه في مجلس النواب نتائج انتخابات لبنان جاءت بمثابة ضربة قاضية لحزب الله وحلفائه رغم عملية الشحن الطائفي بعد خسارة الأغلبية النيابية وصعود تيارات أخرى من معارضيه وهو ما تترجمه الأوراق الملغات البالغ عددها أربعين ورقة لكنها حملت تعابير تؤشر إلى اعتراضات واضحة على انتخاب برية حليف حزب الله الثابت وعلى الوضع القائم في البلاد التي شهدت قبل أكثر من سنتين حركة شعبية احتجاجية واسعة ضد الطبقة السياسية انبثق عنها في الانتخابات النيابية الأخيرة ثلاثة عشر نائبا مستقلا دخلوا البرلمان في ظاهرة غير مسبوقة وتنتظر البرلمان استحقاقات سياسية واقتصادية عديدة حيث يعاني لبنان من انهيار في عملته المحلية مقابل الدولار في وقت تضرب فيه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة ويأتي انتخاب برية 84 عاما صاحب أطول ولاية في رئاسة مجلس النواب في العالم العربي والأرجح في العالم بعد سلسلة أزمات شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة على رأسها الانفجار الكارثي الذي طال مرفأ بيروت ومات له من سقوط حر لعملة البلاد وتدهور القدرة الشرائية للمواطن